اهلا بكم من جديد ترحيب عربي ودولي بوقف اطلاق النار في ليبيا والذي جاء مفاجأة لكثيرين حيث ازر فايزة سراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا تعليمات من الوقف الفوري لاطلاق النار في عموم البلاد واضاف بيان الحكومة ان السيرت والجفرة ستكون منزوعتين السلاح على ان تتولى الشرطة تأمينهما وكذلك قال البيان ان الحكومة تسعى لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس المقبل مع التأكيد على وجوب استئناف انتاج وتصدير النفط وادع الارادات بحساب المؤسسة الوطنية وبدوره ازر وقيل صالح رئيس مجلس النواب المنعقد في تبرق بيانا متزامنا مع بيان السراج اكد فيه وقف الاعمال القتلية ودع الى جعل سيرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة سرعان ما توالت ردود الفعل العربية والدولية المراحبة واحتفى الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي بالبيانين معتبرا كلاهما خطوة مهمة على طريق التسوية السياسية ولعل اتفاق اليوم يطرح تساؤلات عدة في القاهرة بخصوص الوضع الليبي المسجد فمن ناحية يثور التساؤل حول مدى اشراق القاهرة في اي اتفاق سياسي خلال مرحلة القادمة ومن ناحية اخرى يتساؤل محاللون حول المصير السياسي للواء المتقاعد خليفة حفتر في المشهد الليبي الجديد بهو الذي لم يصدر بيانا حتى الساعة بخصوص تطورات اليوم نقطة اخرى تظل محورية بالنسبة للقاهرة وهي الوجود العسكري الاجنبي في الاراضي الليبية فبينما تتفق جميع الاطراف الدولية على وجوب ابعاد قوات المرتزقة الذين تم جلبهم من قبل الطرفين تظل مسألة القواعد العسكرية مسألة عالقة حيث شددت مصر على رفض وجود اي قواعد اجنبية في الجارة الغربية في ظل تدارب انباء عن انشاء قاعدة بحرية تركية بمصراته وانضم الينا من واشنطن عاطف عبدالجواد استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن وانضم الينا من لندن عبدالله خدمة اسكايب عبدالله الكبير الكاتب الصحفي الليبي اهلا بكم معايا شرفتوني وابدأ معاك دكتور عاطف اهلا بك معايا وبشكل عام اقرأتك لبيان حكومة الوفاق وبيان عقيلة صالح وهل في رأيك وقف ان اطلاق النار سيستمر طبعا الاساس وراء كل هذه التطورات بسيط للغاية الرئيس الامريكي دونالد ترمب تحدث هاتفيا بالشأن ليبيا مع زعماء العالم المنخرطين في الشأن الليبي تحدث خلال الاسابيع الماضية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الرئيس التركي اردوان مع الرئيس الفرنسي ماكرون ومع الرئيس الروسي بوتين ولدي هنا الان بيان صدر في الرابع من هذا الشهر صدر عن البيت العبيد صدر عن روبرت اوبراين مستشار الامن القومي الامريكي نلاحظ في هذا البيان امرين اثنين الاول هو ان البيان هذا يذكر حقيقة ان الرئيس ترمب بالفعل التحادثة مع عدد من زعماء العالم بشأن حل في ليبيا والامر الثاني نراحظ ايضا ان معظم ما جاء في بيان روبرت اوبراين هذا اجتمل عليه البيان الذي صدر عن حكومة الوفاق الوطني اليوم او الليلة الماضية بما في ذلك وقف اطلاق النار بما في ذلك السماح لشركة النفط الوطنية الليبية باستئناف عملياتها بشفافية يعني على سبيل المثال يقول بيان البيت الابيض بشأن وقف اطلاق النار ندعو الى تحقيق وقف النار باشراف الامم المتحدة استنادا الى محادثات اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة بخمسة زائد خمسة اذا في ظل هذا هذا الضغط الدبلوماسي من جانب الرئيس ترامب وهناك طبعا عوامل اخرى لماذا الرئيس ترامب في هذا التوقيت بالذات بدأ يضغط هذه مسألة اخرى يمكن ان نناقشها ولكن الخلاصة هي ان وراء هذا التطور في ليبيا يقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالعودة استاذ عبدالله اهلا مليك معايا ويعني رد الفعل المصري كان مرحب بشكل بير بوقف اطلاق النار كيف تم استقبال الرد الفعل المصري من جانب حكومة الوفاق ومن دعاميها نعم تحية طيبة لك وضيفك متوقع جدا ان يكون رد الفعل المصري مرحبا بهذه الخطوة وقف اطلاق النار ببيانين متزامنين في التوقيت من رئيس المجلس الرئاسي ومن رئيس مجلس النواب في قدرة عقيلة صالح لان الخيارات الاخرى غير هذا الخيار الذي اعتمد اليوم والذي كما قال ضيفك هو بضغط امريكي ليس بالضرورة من الرئيس ترامب وانما الدبلوماسية الامريكية ممتلة في وزارة الخارجية والسفير الامريكي هو الذي قاد جهود حفيثة وتواصل مع كل الاطراف الاخليمية والمحلية والدولية بشأن الوصول الى هذه الخطوة اذا هو الخيار المناسب جدا للرئيس المصري لذلك سارع بالترحيب لانه اذا اندلعت الحرب من جديد وانسحبت قوات فاغنر التي يعتمد عليها خليفة حفتر وتقدمت قوات حكومة الوفاق الى سيرت لم تصلت قوات حفتر الا ببعث ايام كما رأينا في ترهونة وفي جنوب طرابلس ما انغادرت قوات فاغنر بعد الاتفاق الروسي التركي حتى انهارت قوات حفتر وانسحبت حتى وصلت الى سيرت حينها سيكون موقف الرئيس المصري والنظام المصري بشكل عام محرجا من جهة الرئيس المصري وضع سيرت والجفرة كخط احمر فهل سيغامر بالتدخل عسكريا وهي مغامرة محفوفة بالمخاطر ام سيقبل دخول قوات حكومة الوفاق بعد مغادرة فاغنر وانهيار قوات حفتر هل سيقبل بهذا التطور وهو الذي هدد بالدخول في الحرب اذا الاتفاق الذي تم اليوم باخلاء منطقة سيرت والجفرة ووقف اي تصعيد عسكري مسلح في الاراضي الليبية هو امر مرحب به جدا من القيادة المصرية ومن الرئيس المصري وفقا للخطوات والتصريحات التي اطلقها النظام المصري طوالها الاسابيع والأيام الماضية دكتور عاطف نلاحظ ان حتى الان ما فيش اي رد فاعل من جانب خليفة حفتر رغم ان وقف اطلاق النهار هو بالتأكيد قرار له ابعاد عسكرية هل معنى اختفاء المشهد بهذا الشكل اللي تم تنحيطه جانبا في رأيك يعني اولا رد الفاعل من جانب السيد حفتر المعروف بحفتر نشهده من حلفاء حفتر نشهده من ترحيب مصري الذين المصريون يدعمون حفتر الاطراق رحبوا ايضا بهذا يدعمون لا عفوا هناك اطراف رحبت به هذا البيانة وهذا القرار ممن يدعمون حفتر طبعا هو في النهاية سيقبل على مضد بالاضافة الى انه في الواقع كان قد رحب مسبقا بالاعلان المصري او التوجه المصري الجديد الاعلان المصري الجديد الذي دع فيه الرئيس السيسي الى وقف اطلاق النار وى ما هو معروف الآن خلال الشهرين الماضيين والامر الثاني الذي اريد ان اشير اليه هنا فيما يتعلق بموقف السيد حفتر هو ان القرار الجديد يدعو الى انتخابات رئاسية في شهر مارس المقبل السيد حفتر مواطن ليبي رغم انه يحمل جنسية مززوجة جنسية امريكية ايضا لست ادري ما يقوله القانون الليبي بشأن ازدواج الجنسية ولكن اذا كان يسمح لمززوجي الجنسية بالترشح لانتخابات الرئاسة فسيد حفتر امامه فرصة الان للترشح لانتخابات الرئاسة في شهر مارس المقبل طيب بالعودة استاذ عبدالله ومصر كانت شددت على رفض اقامة قواعد عسكرية اجنبية في ليبيا من اي طرف هل حكومة الوفاق تريد ذلك ايضا بالتأكيد حكومة الوفاق والرأي العام الليبي لم يتعود على وجود قواعد عسكرية في ليبيا نعم نقبل تعاون عسكري مع دول شقيقة وصديقة بما يخدم المصلحة الليبية لكن وجود قواعد عسكرية هدف اعتقادي مرفوض ولم يقبل به الليبيون لدينا تجربة سابقة مع القواعد الانجليزية والامريكية التي كانت في ليبيا بعد التغيير الذي وقع في سبتمبر من قبل الضباط الاحرار بقيادة محمد القذافي من اول الاعمال التي قاموا بها والتي لقى ترحيب غير عادي في الشارع الليبي آنذاك هو انهاء هذه القواعد الانجليزية والامريكية في طرابلس وفي طبرق ومن ثم في اعتقادي ان موضوع المتداول الان عن وجود قاعدة بحرية في مصراتة تركية وعن وجود قاعدة المطية هي ايضا سوف يستخدمها الاتراك او يأخذها الاتراك قاعدة الجفرة التي تتواجد فيها قوات فاغنر وطائرات روسية هذا كله في اطار الصراع الذي يجري ويدور الان في ليبيا وليس وجودا مستداما ولا توجد الان حكومة تملك شرعية حقيقية باستثناء حكومة الوفاق التي تملك اعتراف دولي وهي الحكومة القانونية الان ولكنها ليست تلك الحكومة التي استمدت شرعيتها من انتخابات ومن برلمان ومن مؤسسات حقيقيا بثقت عن الشعب الليبي حتى يمكن لها ان تبرم اتفاقات تؤهلها لاستقبال قواعد عسكرية وبالتالي كل الحديث الذي يدور عن القواعد الاجنبية مبالغ فيه ولم تكون هناك قواعد اجنبية في ليبيا بالاضافة الى ان ليست مصر في حصة ترفض ذلك حتى الجزائر وحتى تونس كل الدول ترفض ان تكون هناك قواعد اجنبية في ليبيا قريبة من حدودها بنشكرة كنت معنا من لندن عبر خدمة سكايب عبدالله الكبير الكاتب الصحفي وبنشكرة كنت معنا من واشنطن دكتور عاطف عبدالجواد استاذ العلوم السياسية في جماعة جورج واشنطن اهلا بكم